بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم أنه صلى الله عليه وسلم حباه الله من التواضع وكمال الأدب وبسط الخلق مع الناس أجمعين حظي بشريف خلقه الصغير والكبير واستمتع بجمال صحبته وروعة مجالسته عليه الصلاة والسلام الرجل والمرأة والغني والفقير القريب والبعيد الصاحب والزائر الكل كان سواء في حظوته بكمال خلق المصطفى عليه الصلاة والسلام هو باب عظيم ما زلنا نرتشف منه ونحن نغترف يوما بعد يوم وقرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل تتروى به الأمة في أخلاقها وتسقي جذور القيم والمبادئ من معين المصطفى عليه الصلاة والسلام حسبكم قول ربكم سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم